بركاته طلبتنا الأعزاء طلبت مدرسة المتفوقين صف الأول متوسط إليكم الدرس الثاني أو المحاضرة الثانية للفصل الثالث يونت ثري من مادة اللغة الإنجليزية يونت ثري starts with lesson 5 هنا أدنى lesson 5 الدرس الخامس activity book صفحة 33 إلى صفحة 35 أنوان الدرس اليوم what is the matter ما هي القضية أو ما هو الأمر ما الأمر يعني أدنى شن القضية أحنا بالعراقين نسميه شن القضية يعني what is the matter يعني معناتها ما الأمر what are you what are they saying ماذا يقولون هسا راح نقرأ هل هو لعدة ناس كل واحد عنده شعور معين زين فالشخص الآخر كل اثنين شخص عنده شعور معين والشخص الآخر جايسي إليه يقول له شنو القضية جايسي إليه يقول له شنو ما الأمر يعني بالفصيح يقول عليها ما الأمر وعدنا الشعور مالته نختار وإحنا من هذا أنا راح نترجم هنا على السريع هنا عدنا هذا نبين شو يعني ضايج what is the matter ياسر أمه تقول له ما الأمر يا ياسر طبعا هو أكيد قال فتشي هنا بعدين أنطلعه الآخر right what's wrong جاسم ما الأمر يا جاسم ما هو الخطأ why are you angry لماذا أنت منزعج angry غاضب طبعا هاي كلمات كلها كلمات مهمة جدا 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 لبقية الطالبة angry معناتها غاضب ما الأمر لماذا أنت غاضب يا ياسر هنا تمرة why are you upset لماذا أنت منزعج upset why are you upset أنت ضايج upset d why are you so happy منا لماذا أنت سعيد يا منا إذن لاحظوا سعيد يا منا ما الأمر طبعا كلها ما الأمر يعني what's wrong ما الأمر ما الخلل ما الخطأ تمرة تمرة why are you upset what is the matter أيضا معناتها ما الأمر what is it أهمية معناتها الأمر ما الأمر what is it زينا why are you so excited لماذا أنت متحمسة ماذا أنت متحمسة ماذا أنت متحمسة سلمان what is the matter why are you frightened سلمان ما الأمر why are you frightened لماذا why معناتها لماذا are you لماذا أنت frightened frightened معناتها خائف لماذا أنت خائف جي نورا what is the matter why are you sad لماذا أنت حزينة what is the matter جاك ما الأمر يا جاك why are you worried لماذا أنت قلق معنات ورد قلق إذن هنا الإجابات واحد يقول I have just read a ghost story أنا أنا تو أخذناها بالدرس السابق قرأت رد I have just قرأت ghost story شنو ghost معناتها شبح story قصة قصة شبح أو قصة أشباح إذن من هو هذا اللي قرأ قصة أشباح أكيد هو سلمان لأنه خائف لأن منطقيا ghost story قصص الأشباح تجعل الناس خائفين نجي أحمد has gone to the beach without me أحمد ذهب إلى الساحل البحر بدوني وين فساحل البحر هذا ساحل البحر إذن يجال سمشي يقول ضايج ليش كان angry غاضب يقول أحمد has gone to the beach without me راح إلى الساحل بدوني I feel sick أنا أشعر بالمرض I feel sick أشعر بالمرض أو يشعر أنه مريض يريد يطغي I've eaten too much chocolate أنا أكلت الكثير من الشوكولاتة من هو هذا اللي يريد يطغي وأكل الشوكولاتة أكيد من هو ياسر so somebody has taken my elephant شخص ما somebody has taken قد أخذ my elephant الفيل خاصتي اللي هو هذا jack I have forgotten my English books أنا قد نسيت forgotten التصريف الثالث الزمن المستخدم في كل هذه الجمل هو عبارة عن زمن تام اللي أخذناه بهذه المحاضرة يتكون من have أو has has I have I have مختصرين I've forgotten زاء التصريف الثالث هذا الفعل هو التصريف الثالث من الفعل forget اللي معناتها ينسى I've forgotten my English books قد نسيت كتب الإنجليزي هايا إذن أيضا that somebody has drunk all the lemon شخص ما قد شاريب كل عصير الليمون منو هذا هنا هنا عظائج لأن فتحت كل جمال عصير الليمون she didn't find any lemon because somebody has drunk all the lemons لأن شخص ما قد شاريب كل عصير الليمون that found he's bought me a new computer نشوف منه هاي هاي زينة تقول أبي اتصل وسيجلب لي computer جديد new computer bought يعني اشترا daddy has given me a present شنو معنات present معنات تجي طبعا معنات المضارع البسيط وغيرها من الأمور اللي أخذناها لكن هنا تجي معنات هدية gift هدية هاي present هاي البنية كانت هبي إذن هاي الكلمات كلها مهمة نروح للتمارين الخاصة بهذه الكلمات اللي هي صفحة 32 33 هاي الكلمات look at page 23 of your student's book find all the verbs and complete the table هاي كل هاي الكلمات موجودة احنا أخذناها هاي الصفحة الموجودة والموجودة موجودة هنانا بس هي عبارة عن تصريف ثالث forgotten read drunk لآخره نجح نكمل الجوشن التصريف الثالث مرات هتصير gone eat eaten drink drunk take taken give given forgotten read read buy bought كل هاي الموجودات في هاي الصفحة يعني بقية الطلبة يكون يكتبوها هنا ذني ويحفظون كيفية الكتابة لأن هذا شيء جدا مهم في الامتحان هذا التمرين إذن B now complete these questions and answers about people on page 23 هاي كلها أسئلة جدا مهمة على الطلبة حفظ هذه الأسئلة جدا مهمة بالامتحان أيضا بالامتحان مهمة مثلا نقول هاي أحمد لأن لأن قدنا السؤال بعدي بهاز لأن الجملة بالتام في الإجابة بالتام بإذن 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 هاي فرايتند اللي أخذناها خائف معناته سطر الثاني ألقي بيها سك مريم وهكذا هدنا ممكن ألقي بعد هواي كلمات نكتب هنا هنا هدنا write about these four people how do they feel and why اكتب هذا الطلاع يعني ليش هدو بما يشعرون ولماذا هاي شبيه she feels بين تشعر she feels six تشعر بالمرض ليش لأن شربت جميع الليمونات اللي كانت تبحث عنه اللي كانت تبحث عنه نورة زيان وهكذا مستر سلمان شبيه مستر سلمان هاي الام اسمها مستر سلمان شبيه هسا عيدة لأن جابوا لها ضقية لها نجي إلى lesson six اللي هو عدنا lesson بسيط lesson six this is mad mad mac شخص اسمه mad mac he could this is mad mac hello i live here i work here انا اعيش هنا وانا اعملو هنا شنو يعمل وين يعمل بالشد شد معناتها كوخ اوكي شد معناتها كوخ اعيش بكوخ يعمل بكوخ ويعيش هنا اي انجوي اي انجوي ماي جوب انا استمتع انجوي كلمة مهمة استمتع انا استمتع بعملي اي انجوي ماي جوب اي ميك things انا اصنع الاشياء new things اشياء جديدة like this مثل هذا يعني اشياء ابتكارية bicycle وبي ممكن هذا اني ممكن يطير يعني او يرتفع قليل اي انجوي اي انجوي اي انجوي اي انجوي شنو انجوي معناتها معناتها انا اخترع انا اخترع اشياء انا مخترع inventor مخترع اذا كلمة or تنضاف للفعل حتى تكون اسم مخترع and this وهذا ايضا التمرين اللي خاص بهذا الدرس هو فقط التمرين six lessons six write answers to these questions about mad mac طبعا هاي كلها مطلوبة هذا التمرين مطلوب ينكتب في دفتر اسئلة القطع مهم كاسئلة قطع وهذا ايضا مهم كاسئلة قطع يحفظ الطالب الاجابة where does mad live اين يعيش نقول mad lives in shred شد يعيش في وين يعيش في كوخ اللي هو هذا شد عفو يعيش في شد في كوخ what is his job ما هو عمله what has he invented ماذا اخترع شنو العمل مالتي inventor مخترع ماذا اخترع قد اخترع هذا وهذا شنو هذا وشنو هذا كنو نعرف احنا هذا اسم بايسيكل هذا اسم روبوت اللي هو رجل عالي ماذا فعل ز مون وز ز هذا ز شنو اللي يسو هذا نشوف يعني اسألة نشوف الطلاب كيف يتفكير وشون يحلون هذا التمرين وهاي النقطة ايضا ونحل التمرين في الدرس القادم ان شاء الله تعالى واتها ز دان هنا وات ز دون بالتمرين القادم او الدرس القادم ان شاء الله رح نعرف ماذا يفعل ز السلام عليكم وبركاته